استضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم لقاء أخويا تشاوريا مع إخوانه قادة الدول الشقيقة كل من صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق سلطان عمان وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل مملكة البحرين وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر وصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية وفخامة عبد الفتاح السيسي رئيسي جمهورية مصر العربية الشقيقة ويهدف اللقاء الأخوية الذي عقده القادة في العاصمة أبوظبي تحت عنوان الازدهار والاستقرار في المنطقة إلى ترسيخ التعاون وتعميقه بين دولهم الشقيقة في جميع المجالات التي تخدم التنمية والازدهار والاستقرار في المنطقة وذلك عبر مزيد من العمل المشترك والتعاون والتكامل الإقليمي وبحث القادة خلال لقائهم العلاقات الأخوية بين دولهم ومختلف مسارات التعاون والتنسيق المشترك في جميع المجالات التي تخدم تطلعات شعوبهم إلى مستقبل تنعم فيه بمزيد من التنمية والتقدم والرخاء كما استعرضوا عددا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك والتحديات التي تشهدها المنطقة سياسيا وأمنيا واقتصاديا وأهمية تنسيق المواقف وتعزيز العمل العربي المشترك في التعامل مع هذه التحديات بما يكفل بناء مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا لشعوب المنطقة كافة وأكد القادة الروابط التاريخية الراسخة بين دولهم في مختلف المجالات والحرص المتبادل على التواصل والتشاور والتنسيق المستمر تجاه مختلف التحولات في المنطقة والعالم